السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم ميس عبير سمير بيتجدد لقائي مع طلبة الصف الثالث الإعدادة دي علشان نكمل مع بعض شرح دروس منهج الساينس اي الساكندتر النهاردة معايا يعني آخر جزء احنا شغالين في يوني الثري حالين فيها وان لسون او لسون واحد بس بيتكلم عن الهريديتي والجيناتكس وعلم الجينات وانتقال الصفات الورصية من البيرنت لجينوريشن ومن جينوريشن لجينوريشن تاني والاساس بتاع العلم ده كان العالم الساينتست ميندل وكان لي لو درسناه في الفيديوهات الاتنين اللي فاتوا اللوه التاني برضو من خلال ما شرحنا الفيديوهات اللي فاتت تترين لما جاب البي بلانت نباتة البسلة وجاب لك واحدة بيور ييلو وواحدة بيور جرين يعني جاب لك تو بيور ديفرنت اندفيدوال بيرينج تو بير اوف مور الترنيتف كونتراست تريت فيعني فيهم سفوتنا تنقضة واحدة السيتس بتاعتها بتطلع لونها ييلو والتاني بيور بيطلع لونها جرين وبدأ يعمل cross pollination فالصفات الكونتراست المتنقضة المختلفة عن بعض بدأ يعملها cross the يشكل فاللي حصل ان جينيريشن لو تفتكروا الفرست جينيريشن كده وارجعوا لي الفيديوهات كان طالع 100% مية في المية كلهم لونهم ييلو وسمناها الdominant trait او الصفة السائدة اللي تغلب الضعيفة المتنحية وتظهر اللي هي recessive يعني غلبة recessive والdominant هي اللي ظهرت ان اللونهم كان ييلو فلما جاب اتنين من الفرست جينيريشن وعمل لهم pollination تاني طلع second generation او الجيل التاني بالريشيو او بنسبة 321 تلاتة dominant تلاتة طلعوا يلو واحدة recessive طلعت جرين ده اسمه المندل second low مندل second low وهكذا بقى يجيلك في الامتحان حاجة مثلا طول نقول مثلا small capital T و capital T حاجة short طول QT capital لو small تبقى TUT small وهكذا ايه الdominant وال recessive trait يعني نيجي نقول مثلا حتة الdominant trait الطبيعي السائد اللي بيظهر في الناس كتير ان الطانج او لسانهم عنده ability to roll يعرف يلفل ثانو ال recessive لما يكون حد ما بيعرفش يلفل ثانو ال air lobe الجزء في الودن من تحت ده الطبيعي ان الحتة دي بتبقى free يعني مش لزقة في الجزء الجلد اللي وراها فالfree air lobe ده الdominant او الطبيعي لكن لما تبقى attach كده attach ملزوقة كده فيها ده recessive صفة متنحية مش بتظهر كتير الكيرلي hair ده nature of hair او طبيعة الشعر لكن لما يكون straight with smooth ناذل مفروض حتة واحدة دي بتبقى برضو recessive الdominant trait ان يكون black hair لكن light والcolor hair بيكون recessive ال wide eye العين الوسعة الطبيعية بتاعتنا دي dominant لكن الدايقة نار وآي دي recessive ال brown eye او عموما العين اللي لونها غمقة دي بتبقى dominant ساقي ايه ده بتظهر في الناس كتير جدا لكن ال recessive بقى لتلاقي ان يطلع كده صفة متنحية اللي هو color the eye لونها blue او green او gray الدمبل او الغمازات الطبيعي ان كلنا يبقى عندنا دمبل سده ده ال dominant بس بتبقى مختلفة فيها بتبقى باينة قوي في مش باينة شوي لكن النو دمبل حد نازل خده اللي check straight كده ما فيهوش دمبل ده recessive سفة متنحية مش بتظهر كتير ال prickles او النمش طبيعي انه ما يبقاش موجود فده ال dominant لكن لما يظهر عند حد يبقى ده recessive يجي لي مثلا جيف ريزون هنا يقول لي ال ability of rolling the tongue is from the dominant trait ليه من ال dominant trait ال ability انه يعرف يلوي لسانه هقول بكوز ان الجين اللي مسؤول على ال ability او القدرة دي انه يعمل رولة tongue هو ال dominant وبيضغي على انه هو un or non ability يعني هو الجين ده بيقوى فبالتالي هو الناس بتظهر انها بتعرف تعمل رولة tongue او تلوي سنانها لسانها sorry الكيميكا الاستراك شر ده بقى مهمة بتاع نيوكليك اسد ال dna طبعا احنا عارفين من السنين اللي فاتت ورازم نرجع للموضوع ده ان احنا عندنا السل نيوكلاس النيوكلاس بتاعة السل اللي فيها حاجة اسمها كروموزوم والكروموزوم كيميكالي كده موجود بيتكون من حاجة اسمها dna او نيوكليك اسد كلام ده درستو قبل كده والنيوكليك اسد بيكون معه بروتين يبقى السل فيها النيوكلاس بتاع السل اللي فيها كروموزوم والكروموزوم هو عبارة عن dna وبروتين نيوكليك اسد وبروتين ال dna او نيوكليك اسد شاي الجينات الجيناتك تريت او الصفات الوراصية اللي بتتنقل في leaving organism تمام يبقى انت عندك هنا نيوكلاس بالشكل ده النيوكلاس دي زي ما اتفقنا فيها كروموزوم الكروموزوم ده بيكون في dna وفي بروتين والمفروض ان dna النيوكليك اسد في الصفات الوراصية او الجيناتك تريت اللي بتتنقل في leaving organism في الكائنات الحقيق بعد كده حتة الجين بقى يعني ايه كلمة جين وده من ال definitions المهمة عندنا ان الجين هي part of dna جزء كده موجود في dna present on the cromosome and they are responsible for appearing the individual hereditary traits يعني الجين هي ايه الجينات هي ايه هي part وجزء من dna هو مسؤول على انه على ظهور بقى صفات معينة الجينات دي لما بتتنقل من ال parent انت للوفيس برينج او للموليد الجينوريشن هي اللي بتظهر فيهم صفات معينة واللي خفتها بايه ان انت عندك دلوقتي بالدياجرام ده عندك دلوقتي حاجة اسمها nucleic acid اللي هو dna dna بتظهر في الجينوريشن او في الموليد عين وبقى لون هكذا شعر ولونه كذا ولون البشرة وهكذا معلومة بيسأل عنها مين اللي عرفنا الموديل بتاع dna وعرفنا dna ده شكله عامل ازاي وبيتكون من ايه واحد اسمه واتسون والتاني اسمه كريك فيجيلك دايما في الامتحان يقول لك مين اللي make model of dna مين اللي عرفني الموديل والتركيبة بتاعت dna ايه شكلها ازاي هقول له واتسون وكريك قالولك dna ايه عبارة عن ايه عبارة عن two strand كأنهم حبلين coiled ملفوفين around each other forming double helix shape يعملو helix shape او شكل كده ايه اللي هنشوفه دلوقت زي كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده شكل dna هم اللي عملوا model احنا قلنا العالم scientist اللي اسمه واتسون والعالم اللي اسمه كريك اللي اتنين دول هم عملوا model لإيه عملوا model dna وللتركيبة بتاعته قال لك عبارة عن two straight او اتنين خطين كده زي ما انتم شايفين كويلد ملفوفين حوالين بعض وفي زي خطوط ما بينهم مدلالهم helix shape اللي هو الشيب ده فده model او شكل اللي دي اللي وضح هنه واتسون وكريك بعدين فيه time بستسمه battle وواحد اسمه tatum اللي اتنين discover the mean of how the gene control هم دول وخدوا جايزة نوبل على المواضيع دي انهوا اكتشفوا وهم اللي باحثوا وعرفوا ازاي الجين مسؤول انه هو يبين صفات معينة في generation او الجيل ده بحاجة بسيطة من احنا هنعملها بالdiagram ده بقى ان انت عندك جين بيدي enzymes بيدي enzymes بيدي enzymes بيطلع انزيمات الانزيمات دي لتكون responsible for مسؤولة ان بيحصل فيه chemical reaction او تفاعلات التفاعلات دي بتطلع protein بتطلع protein البروتين ده اللي show او بيوضح الhereditary trait او الصفات اللي تظهر في الاجيال يبقى الجين بيدي give enzyme او enzyme الانزيم دي بتعمل chemical reaction مسؤولة عن chemical reaction result بتنتج بروتين البروتين ده اللي بيوضح الhereditary traits او الصفات الوراصية اللي هتبقى موجودة في الgeneration او الاجيال اللي طلع في حاجة اسمها human genome الhuman genome ده genetic map زي خريطة كده جينية وده بيسألك عنها في الانتحان يقول لي that show the complete set of genes that are present on the human chromosome يعني بيبدأ يوضح لي جميع الصفات اللي بتظهر فيه الكائنات الحي الهدف والايم ده project يعني اللي هو اسمه human genome ده ده project او مشروع الهدف منه نبقى بيعمل determination الهيومن الهيومن بيعرف برضو identification الهيومن بيعرف برضو يعني بيقدر يدرس من خلاله تاريخ حياة الانسان تاريخ الحياة الصحية او المرضية او اسباب انتشار او ظهور مرض معين فيه يعرف برضو الجينات اللي مسؤولة عن ظهور صفات معينة وعدم ظهورها فيه فده ايه الصفات اللي ظهرت فيه طب المرض ده كان مراسي ولا لا طب ايه الحالة البيولوجية ليه عموما والصفات دي بتتنقلت من الاب للجد للاطفال وهكذا يعني فده البروجيكت او المشروع اللي اسمه هيومن جينوم الـ resultant of project او النتيجة بتاعت البروجيكت ده بتوضح الـ similarity of human in more than 99% from the sequence of nucleic acid therefore single difference in human such as the color يعني بيوضح ايه الـ similarity وايه الحاجات اللي متشابهة في الانسان او في الـ living organism البنيان مين يعني والحاجات اللي ممكن تختلف زي color of eye, color of skin, height طوله والتريتس التانية فمن هنا بنبدأ نفهم يعني الـ environment وفيه برضو حاجات يعني فيه small percentage بتاع difference فيه اختلافات لكائنات حية وبنقدر نعرف البكتيريا والـ viruses والـ poison والـ chemical والـ medicine والتريتمنت حاجات كتيرة بنقدر نتعلمها ونعرفها فلما ندرس الـ human genome او الخريطة الجينية دي اللي بتوضح الجينات ومدار انتقالها على الـ generation والاجيال بيقدر يحدد حاجات كتيرة جدا جدا مهم ان احنا نقرى الجزء ده مهم ان احنا نراجع كده ده الجزء التالت والاخير من lesson one في unit three وهو lesson الوحيد. عايزاكم تراجعوا ثلاثة اجزاء كويس جدا تتدربوا على خلق اسئلة كتير قوي واقابلكم على خير ان شاء الله بإذن الله في شرحة اخر درس واخير في المنهج بإذن الله الهورمونز في unit four مع تحيات ميث عبير ثامير ترجمة نانسي قنقر